ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منويا بأن هذا الاستحقاق ينسجم مع رؤية المحافظة التي تنص على محافظة آمنة مزدهرة بالتواصل مع الأهالي ويتناغم كذلك مع أهدافها الرامية إلى تحقيق التواصل والإبداع الإلكترونية وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية لتحقيق الرؤى والتطلعات الرامية لتلبية ومتابعة احتياجات الأهالي وعن استحقاق المحافظة الجنوبية لهذه الجائزة أكد سمو المحافظة بأنه في ظل جائحة كورونا والتطور التكنولوجي السريع بادرت المحافظة إلى استحداث وطرح خدمة أخرى جديدة كوسيلة للتواصل وتسهيل على عملائها ألا وهي المجلس الافتراضي للمحافظة الجنوبية مشيرا إلى أن هذه القناة تعتبر الآن من أهم المنصات الإلكترونية للالتقاء المباشر مع المواطنيين والمقيمين انتهجت المحافظة الجنوبية مبدأ التواصل الدائم مع الأهالي في شتى المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية المجلس الافتراضي القناة الإلكترونية الحديثة التي عززت التواصل مع الأهالي والشراكة المجتمعية فيما بينهم من خلال طرح المواضيع والاقتراحات الواردة من الأهالي وترجمتها في جميع أقسام وإدارات المحافظة الجنوبية نبارك هال إنجاز تحقيق جائزة تميز للحكومة الإلكترونية في مشاركة المحافظة الجنوبية في المجلس الافتراضي الذي انعكسها على ما تشهده المحافظة من اهتمام سمو المحافظة بتطوير القنوات الإلكترونية في شتى المجالات من خلال ما أطلقت المحافظة الجنوبية في العديد من المبادرات الإلكترونية المستحدثة كالمكتب الذكي نحن نوصل لك اللقاءات الافتراضية التي عززتها في الفترة الأخيرة وإن شاء الله تكون المحافظة إن شاء الله من نجاح إلى نجاح بإذن الله تم إطلاق منصة المجلس الافتراضي هذه المنصة الذكية التي تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية للالتقاء المباشر مع المواطنين حيث وفرت هذه الخدمة من أجل سرعة الاستجابة لأيطارة والتواصل الفعال مع المواطنين ويأتي ضمن استراتيجيتها في التمييز المؤسسي القائم على ثقافة المعرفة والابتكار الإلكتروني وتوفير الحلول المبدعة والوصول بالخدمات الحكومية إلى أرقى المستويات العالمية استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وأخيراً نهن سمو المحافظ بالفوز بجائزة التمييز للحكومة الإلكترونية تم إطلاق عدة قنوات إلكترونية ومن ضمنها المجلس الافتراضي ولله الحمد اليوم نحتفل بوصول مبادرة المجلس الافتراضي لجائزة التمييز على مستوى البحرين وهذه طبعاً فخر لنا ولكل ما ضف المحافظة الجنوبية وتم إطلاق عدة قنوات إلكترونية لدعم المبادرة ونهن اسمه الشيخ خليفة على ما وصله من تمييز وإبداع في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر